الهجرة والتهجير هاجس المواطن العراقي ومصطلح المرحلة التي أعقبت الغزوى الأمريكي فقطار التهجير كان وما يزال سائرا في المدن العراقية عموما وفي الغربية وحزام بغداد على وجه الخصوص الخاسر الأكبر هو الوطن لما يتعرض له من تفكك بنيته الاجتماعية وتمزيق روابط مقومات نهضته إضافة إلى فقدانه للعقول والأدمغة عن طريق الاغتيالات والنفي والتغييب القسري بينما المستفيد الأبرز هي الدول التي تريد للعراق أن يبقى في ترهل وتشضن وفي مقدمة تلك الدول إيران التي لا تخفي هدفها في بناء مشروع طائفي يبدأ في العراق ويمتد إلى الدول العربية ذات الموقع الاستراتيجي أما أساليب التغيير الديبغرافي فتتنوع ما بين التهجير العلني وافتعاد الحروب في المناطق المستهدفة والتعامل مع بناء تلك المناطق كمواطنين من الدرجة الثانية فمع بداية الغزو نشطت ميليشيات إيران في المشروع الطائفي فقامت بعمليات قتل على الهوية وخصوصا في المناطق الجنوبية وبرزت ميليشيا جيش المهدي كأكبر منفذة لعمليات القتل هذه لتأتي بعد ذلك مرحلة القتال مع تنظيم الدولة ليبرز مشروع التهجير واضحا جريا حيث استغلت تلك الحرب لتشريد مئات الآلاف وترك ديارهم خرابا وترهب الميليشيات القلة المتبقية فيها لكن أخطر ما يدخل في إطار التغيير الديمغرافي عمليات المسح السكاني التي أعلنتها الحكومة حيث ستأخذ الإحصائيات وتثبت تحت ظرف الواقع الراهن مناطق شبه خالية من سكانها الأصليين وعمليات تلاعب بعقارات المواطنين وإجبار النازحين على بيع ممتلكاتهم على مرأة من العالم ومسمع تتلاشى ملامح الوجه الاجتماعي للعراق ويصاب تأريخ شعبه في مقتل بينما المنفذون لهذا المشروع الخطير يرفعون الشعار عراق واحد ووطن واحد ترجمة نانسي قنقر